أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي إقالة رئيس الأجهزة الأمنية في خاركييف لعدم عمله على تعزيز دفاعات المدينة جاء ذلك في كلمة له عقب زيارته خاركييف وخروجه للمرة الأولى من كييف منذ الهجوم الروسي في نهاية فبراير الماضي في السيارق أكد زيلينيسكي أن هدف روسيا الرئيسي هو السيطرة على مدينة سيفردونيسك مشيرا إلى أن كافة البناء التحتية بالمدينة تم تدميرها